أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي اطلقتها روسيا على مناطق مختلفة من البلاد خلال قصف الليلي استهدف العديد من مشاءات الطاقة وخلف إصابات وأفدت السلطات الأوكرانية بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء الهجوم الروسي المكثف الذي استهدف مشاءات الطاقة في ست مناطق بالبلاد ألحق أضرارا جسيمة بثلاث محطات للطاقة الحرارية قال السلح الجو الأوكراني في ددوينة عبل تيليجرام أن روسيا نفذت ستة وسبعين هجوما بخمسة وخمسين صاروخا وواحد وعشرين مسيرة على أهدف أوكرانية ليلة البارحة مشيرا إلى أن منظوماته الدفاعية تمكنت من اعتراض تسعة وثلاثين صاروخا وعشرين مسيرة من جهته قال الرئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي في تدوينة نشرها على حسابه في تطبيق تيليجرام أن روسيا استخدمت أكثر من خمسين صاروخا وعشرين طائرة مسيرة في هجوم الليلي استهدف بنية تحتية في أوكرانيا قال زلينسكي معلقا على الهجوم الذي جاء في يوم الذكرى والمصالحة الذي يهدف ليحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية أن العالم بأسره لا يملك أي حق في منح النازية فرصة أخرى قريت صناح بنية حربةً فرصة أكبرتك هنا هنا، هناك أعلى بجمسنا في رقم ينبرج في posting أكبره، كرماني كرمانيك، كرمانيك، اليمانية، كرمانيك، 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 كرمانيك شكرا للمشاهدة